رأيكم في مشروع السيد الحيدري وما يطرحه من أبحاث والله يا أخي الكريم أنا أحترم كل العلماء وأحترم سماح السيد الحيدري وأحترمه في طروحاته ولا إشكال بأنه لا يوجد شخصان في هذه الدنيا ينطبق رأيه مع بعضهما البعض مئة في المئة لا بد أن يتفق في موارد ويختلف في موارد أخرى لكنني أحييه على شجاعته في إظهار الحق وفي إظهار ما فسد من الدين وما زور من الدين في زمن قل فيه المصلحون وندر فيه الذين يتشجعون لقول الحق والحقيقة وبكل الحالات سواء وافقتموه أو خالفتموه عليكم أن تحترموه وتحترموا علمه وتحترموا موقعه والإنسان الذي لديه إشكال فليأتي بأدلته في مقابل أدلة الرجل وليتكلم وهذا الفضاء مفتوح للجميع ومتيسر للجميع وحتى الذين يحبسون في بعض الأحيان يستطيعون أن يوصلوا أصواتهم فتستطيعون لكن هذه المناهج التي نراها في زماننا من رفض الآخر بالسباب والشتائم والاتهامات تارة بالبطرية وأخرى بالوهابية وثالثة نتهمه بمشاريع مخابرتية وما إلى ذلك لشق الصف ولي الشرخ يعني هو أي صف هل يوجد هناك صف أساسا إذا لم نكن متوحدين على ولاية أهل البيت سلام الله عليهم فالاختلاف البسيط يعني بين عالم هنا وعالم هناك يعني شق الصف ولا بد أن يكون هناك مخابرات ما هذا التفكير هذا يعني أننا لا نملك حجة ولا دليلا ولا برهانا في مواجهة الرأي الآخر عليكم أن تقبلوا الآراء الأخرى في زمن الإمام الصادق عليه السلام كان هشام بن حكم ويونس بن عبد الرحمن وفلان وفلان من أصحاب الإمام الصادق يختلفون في آرائهم وما وصلوا إلى حد التكفير وكانوا يختلفون في آراء كبرى في العقيدة في آراء كبرى حتى أنه ينسب إلى بعض الأصحاب أصحاب الإمام الصادق يقول بالتشبيه مثل الحنابلة وبالتجسيم يعني للذات الإلهية كما ينقل ابن أبن الحديد وما وجدنا أن أحدا كفره أو أحدا ولا الإمام كفره ولا وقف في وجهه ما هذه الأخلاق التي نراها فيما بيننا والتي هي بعيدة عن الإسلام وعن القرآن وعن خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم